حتى الآن في تربية الأجيال الشابة أيضا ويكون أساسا لذلك ويتم تدريب على أساس إديولوجية بانديرس وغيره من الأنصريين والنازية وقد رأيتم ما يفعلونه تجاه شريط البطولة جيورغف ويحاولون انتهاك التاريخ بمساعدة الأمريكيين وغيرهم والآن لديهم نموذج جديد للقضاء على الثقافة والتاريخ وأيضا لتقويد روسيا بشكل أنيف أو تعنيفها أمام الجميع ففي التسعينات عندما كانت هناك جلسات خاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكانت هناك صيغ ومنصات نقوم بإجرائها ومناقشة الكثير من القضايا وكنا نشعر بأننا يتم القول لنا بأننا لسنا وحدنا ونحن مع الأوروبيين وجزء من هذا العالم ولكن بنفس الوقت كانوا يقومون بالتحضير لهذا الأمور التي نراها الآن وفيما يخص بأوكرانيا بشكل خاص فالشخصيات الرسمية من الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى فقد أعلنوا بأن الأوكرانيين ينبغي عليهم أن يختاروا مع من يكونوا مع أوروبا أو مع روسيا وهنا وضعوهم أمام اختيار أو وإذا كان هذا الاختيار لن يكون في مصلحة الأوروبيين فأنهم سيقومون على تدمير القانون الأوكراني والدستور هناك وهذا ما فعلوه فهذه النوعية من التفكير والتعامل قد تم الترتيب له وإنشائه على مدى سنين طويلة وعندما قامت أوكرانيا بإجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فقد قمنا بلفت انتباهها بأن تقوم بإجراء هذه المفاوضات على أساس التصفير فيما تعلق بسياستها وهذا التصويت الذي جرى على مدى 17 عاما نحو دخولها إلى منظمة التجارة الدولية فإذا حدث ما تسعى إليه أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي فأن كل مصالحنا مع الاتحاد الأوروبي تتعرض للخطر والتهديد وعندما أخبرناهم بهذا فقالوا لنا بأن هذا ليس لكم شأن بذلك وبنفس الوقت عندما كانت العلاقات الروسية الأوكرانية في قمتها وفي أحسن أحوالها في عام 2013 ولكن كان هناك حل وسط لكي لا يخسر السوق الروسية فقد تم طلب من الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع الاتفاقية لكي يتم فهم ما يجري فهم الوضع بشكل كامل والاتحاد الأوروبي لم يفكروا بأوكرانيا وما جرى في الميدان فكان في بالهم شيء آخر تماما وعندما تحول الميدان إلى ساحة لسفك الدماء وبعدها تم إجراء المفاوضات التي شاركت فيها أوروبا وألمانيا وبولندا وعندما سألنا الأوروبيين عن هذه الضمانات وكيف أنهم لم يستطيعوا بالضغط وإجبار معنييهم بالتقيد بهذه الاتفاقيات فلم نحصل على شيء وهذا الانقلاب الذي فعلوها فقط كان جزءا من العملية التي كانوا ينون القيام منها والانقلاب الذي على سبيل المثال في اليمن وعندما هرب من هناك الرئيس هادي ولغاية الآن فهم يعتبرونه وتجل المفاوضات على أساس بأنه رئيس ويطالبون بعودته إلى هناك إلى اليمن أما في أوكرانيا فالوضع مغاير هنا فكل من هو ضد الغرب ويود أن يبني علاقات الصداقة مع روسيا هم يرفضون هذا الشيء ويسعون إلى جعل كل شخص هناك أداة في أيدي الغرب فقط ويسعون إلى طرد الروس من القرم وقد أرسلوا إلى القرم مسلحين وتم هجوم مبنى البرلمان هناك وكل هذه الأمور أنتم على علم بها وكل هذه السنين عندما كنا نتحدث مع زملائنا من الغرب لكي لا يسمحوا بوصول الوضع إلى مرحلة سفك الدماء ولكن فهم يقولون نحن نقوم بما يلزم وكل شيء كان حتى وقت الاستفتاء هناك هم يغطون على هذا الأمر ويلغونه كل هذه الاتفاقيات التي قد بسقوا عليها ولم يعطوها أي اهتمام ولكن مسألة أن حياة المواطنين الروس الموجودين في القرم كانت تحت الخطر فهذا الأمر غير مهم بالنسبة لهم ولكن كل ما يلفتون الانتباه ويركزون عليه هو أننا قمنا بضم القرم وهم الآن تاريخهم يبدأ من الرابع والعشرين من فبراير الماضي وليست قبل السنوات التي كانت قبل ذلك بكثير ومعاناة الناس هناك والاتفاقيات التي تمت ومقترحاتنا بيننا وبين أوروبا وكننا مقترحناه على الولايات المتحدة أيضا وكل ما يتعلق بضمانات الأمن وكننا دائما نركز على أن لا تقوم أي دولة بضمان أمنها وعلى حساب أمن الدول الأخرى ومسألة أنهم قاموا ببعث نحو مئة وعشرين من المسلحين مئة وعشرين ألف إلى هناك وبإجراء توتر وما سعوا إليه لكي تجري الأمور إلى ما آلت إليه الآن وأيضا ما كانوا يسعون إليه إلى الهجوم على دنباس بأسلحة فتاكة وغيرها فهم دائما يعرفون اللعبة بالكلام فقط ويتقنون هذا الأمر وأيضا يقومون بإلغاء المراحل التاريخية ومسبحها تماما وفقط يركزون على النقاط التي تهمهم وفي عام 2014 أعلن دمتري يارش بأن القرم لن تكون للروس وهي ستكون فقط لشوخيفش وبانديرس ولذلك يجب القضاء على الروس هناك وعندما أتينا بأمثلة لزملائنا الغرب عن كل هذه الأمور وتم تهميش كل هذه القضايا فالقيادة الأوكرانية عندما تم سؤالها في أحد المؤتمرات عن اللغة الروسية وتقويض حقوق الروس هناك تم القيام هناك بكل الأمور التي تقوض اللغة الروسية فقط ويتم هناك دعم سياسة القومية العنصرية والنازية الجديدة ففي العام الماضي عندما سئل الرئيس الأوكراني حول اللغة الروسية والروس وقد تم تسمية الروس الموجودون هناك تقريبا بالأحيوانات أو غيره حتى أن هذا الأمر لم يصل إليه بهذه التسميات التي قام بها يتسنوك أيضا واعتبروا أن هؤلاء الناس ليسوا أناسا أو أشخاصا هذا يمكن أن يقوله شخص فقط غير واعي وأنا أعتبر بأنه إذا كنت تعتقد بأنك روسي وتعيش في أوكرانيا وتريد أن تكون روسيا هم قالوا يعتبرون بأنه يمكن أن تسافر إلى روسيا وهذا المنطق نفسه فيما عبر عنه ياروش بنفس الطريقة وبالطبع الآن نحن نرى بأن الأقنعة قد تم خلعها عنه الوجوه وأصبح كل شيء مرئيا كما يجب